مرحبا حبايبي ببرج الأسد أهم المواضيع أو الأمور اللي ممكن تظهر بالوراق في هاي الفترة نجلة تكون كروت حلوة طاقة إيجابية خلينا نشوف طاقة برج الأسد في هاي الفترة المسيطرة عليها شو أكتر إشي للأسف برج فيه علاقة ثلاثية أو خيانة التفكير فيها أو أنت رح تكتشف خيانة حبيبي طرف ثالث في الموضوع ممكن تكتشفه في هاي الفترة فرح يكون شوي مسيطر على طاقتك فيه شخص عم بيحاول أنه يخدعك أو يعني يدخل أوهام لراسك عم بيمشي لك أمور يعني عديلك إياها كمسجات دايركت أو إن دايركت عم بتكون مو صح هاي الأمور وعم بشوف عندك تواصل روحاني عالي وتشافي أو تحاول إنك تحاول تتشافى من موضوع معين رح يكون كتير كبير هاي الفترة رح تركز على إنك تستشفي من موضوع معين خلال هاي الفترة يا حبيبي برج الأسد يعني عم بشوف بداية جديدة عم بتحاول يا برج الأسد إنك يعني تفرجي لناس كلها وجه جديد شخصية جديدة عم بتحاول إنك مش تمثل إنك وليكن إنك تمثل إنك شخص لئيم أو شخص غير شخصيتك الحقيقية يمكن لأنه مليت من الطيبة أو من إنك تستعامل مع الناس بطيبة ويبدلوك بغير يعني غير طاقة طافة كتير كتير يعني مبين إنه في بداية جديدة في تغير بالشخصية وأكنك بتنفض عن حالك يعني طاقات سلبية مبينة هون الطاقات السلبية كتير إنه ممكن يكون في عندك حبيبي طاقة سلبية سحر حسد عين عين كتير مبينة بالورق ممكن بس تراكمات سلبية بس أكتر شي ممكن تكون عمل أو أعمال ما بعرف في حدا عم بيحاول وهي إمرأة عم بيحاول إنه يعملك هذا الموضوع لكن أنا عم بشوف طاقتك بتطغى على الموضوع طاقتك في إنك تخلق إنسان جديد جواتك من بعد الغدر ومن بعد كل شي عم بتحاول تستشفيه يمكن هذا الاستشفاء من الطاقات السلبية يعني مش بس من الخيانة فبرج الأسد اتحمل كتير بالفترة الماضية وعم بشوفه هلأ لا يعني هو عم بيحاول يمسك يسترجع حق يمسك زمام الأمور يرجع يعني خلينا نقول يرجع يمسك الموضوع زي مكان ماسكو زمان عم بشوفك بتحط حدود حد لكل شخص من بعد عطاء كبير من بعد تضحيات كنت عايشها كرمال شخص وهذا الشخص خانك في ظلمة الليل خلينا نقول في ظلمة الليل خانك هذا الشخص لأ وعم يتفرج عليك كمان عم يتفرج عليك وانت بتنجرح بس انبين انه هدول عشر سيوب خلص خلص الموضوع بعد هيك ما في قيانات بعد هيك ما في يعني ما في اللي هي صدمات خلينا نقول هاي اخر اخر فترة انت عم بتشطب انت عم يعني بتنهي هاي الموضوع وتحط حدود وعم بشوفك بتبلش بداية جديدة في شوية تفكير بالماضي اول الفترة تفكير بالماضي لكن بعدين عم بشوفك بتخلق انسان جديد في العمل مسيطر بدرجة يعني لدرجة عالية جدا رح تكون مسيطر على كل الامور وممكن الحدود اللي بدك تحطها ممكن كمان تكون لزملاء في العمل مبين انه رح تعمل شي او انجاز او كزا يشهدولك في المسؤولين او يشهدولك في الناس اللي موجودة معاك في العمل مبين اكتر شي بالنسبة للناس اللي حابت تسافر مبين في عندي سفر ولكن مؤجل شوي يمكن لشهر عشرة شهر عشرة احتمال كتير كبير يتم هذا السفر اكتر ايش يبين قدامي بالورق فيه ترابط روح كتير كبير عالي بينك وبين الشريك مبين فيه شخص جديد كمان رح يدخل على حياتك حبيبي هذا الشخص يعني من مواصفاته كتير خفيف الدم ممكن يكون زميلك في العمل هو شخص يعني بتعرفه من قبل من البداية ولكن ما كان فيه مشاعر متبادلة من ناحية هذا الشخص يمكن من عندك كان فيه مشاعر كنت مفكر انه الشخص التاني ما عم يبادلك بس بالحقيقة عم يبادلك الشعور عقلك الباطن اكتر شي على شو مركز يا برج الاسد تحقيق ناصر خلينا نقول وانك تسكر الباب على موضوع قديم تدفنه خلص وتبلش بداية جديدة مبين فيه رومانسيات عالية فيه لمشة مل بين شخصين بتجاوزوا كل العرقيل قد ما فيه عرقيل هون يعني شفنا صدمات كتير من هذا الشخص ممكن تكون او خيانة او طرف تالت شفنا فيه طعنات لبرج الاسد ولكن بالاخير فيه لمشمل فيه لمشمل بين هدول الاشخاص اذا فيه مصالحة من بعد فترة من الجفاء فيه مصالحة ولكن رح تكون من الطرف المقابل مش من مبادرة منك يا عزيزي عم بتكون الفترة الجاي من بعد الاستشفاء ان شاء الله يعني رح يتم الاستشفاء مبين بتدرج الوراء انه فيه استشفاء وتطلع من كل الطاقات السلبية اللي انت كنت فيها مبين انه من كتر الفرح والانبساط ان شاء الله يعني رح تعمل مثل رح تطلع او شي رح تروع على البحر مع الشريك يعني فيه مشاوير حلوة رح يصير على الصعيد الرومانسي والشريك رح يهتم فيك كتير لدرجة مثل ما شفنا بالكرت انه عم بيحضر لك العصير او الشغلات فعم هو يعمل لك اياها بايده فعلى قد ما شفت خيانة من هذا الشخص على قد ما رح تشوف رومانسية منه وانه يعترف بغلطه فيه احتمال كبير في هاي الفترة غير المصالحة انه يعترف فيه اخطائه بقولك take the next step now يعني هلأ فرصة مناسبة انك تاخد الخطوة الجاي يا برج الاسد بكفي خلص التراوح يعني نفس المكان او ما بدك تاخد اكشن خد اكشن والكروت عم بتطمنها يعني عم بتكون حلوة الكروت لذلك ما في خوف من انك تعمل اكشن هون عم بشوفك بتسترجع موضوع بتسترجع شخص بتسترجع موضوع خلينا نقول بيرجع بين ايديك ترجع تمسكه بين ايديك تشمه تلمسه من بعد ما شي كان مستحيل في حياتك عم بشوفك لأ عم بتعيشه بكل سعادة وانتصار نشوف في الرومانس بقول لك فعلا زي ما قلنا عواطفك او مشاعرك عم بيصير لها هيلنج عم بيصير لها استشفاء وهذا رح يخليك قادر انك توصل للحب العظيم او الحب الحقيقي في حياتك للمكسيمم من الحب مع الشريك بيقول لك انا رح اساعدك هذا الملاك بيقول لك انا رح اساعدك لحتى تطلق الغضب والانتقام انت كان في عندك روح انتقام ضد هذا الشخص وكمان عدم التسامح من القلب والعقل بيحكي لك انا رح اساعدك لحتى انك يعني تطلق هاي الطاقات طاقة الغضب والانتقام وعدم التسامح من قلبك وتستبدلها بالطاقات الحلوة وكأنه بيحكي لنا ان الشريك رح يعني رح ينعدل رح ينعدل هاي الفترة الجاي ويقدم تنازلات بيقول لك جوين ان وكأنك انت خارج الجروب او خارج الحركة اللي عم بتسير ان كان في العمل او في الاجتماعيات بشكل عام عم بتكون بعيد شوي عم بتكون عازل حالك اما بتحاول تستشفي او بتحاول انه يعني تعود مع حالك تشوف ايش الاخطاء ما الاخطاء بيقول لك لا بالعكس ادخل مع الناس وتشجع تشجع انه يعني تحكي وتعمل تجارب وكذا مش شخص واحد كان سيء يعني معناته كل الناس سيءة بالعكس وسيلف كير بيقول لك انه رح يكون رح تعتني اكتر في حالك بالفترة الجاي وتركز على حالك اكتر ما تركز على التانين متل ما قلنا بيقول لك بكفي تفكير بكفي تحليلات بكفي يعني تضغط على حالك وتعبي راسك او عقلك الباطن بالسلبيات بيقول لك خلص ما تفكر بس تنفس تنفس وكأنه بيحكي لك اعمل ميديتيشن روح عالطبيعة اهتم بحالك بدل هاي الطاقة حاول اتبدلها بيقول لك let it go في شخص رح يروح من حياتك وكأنه ميت يعني انت شايفه مثل التابوت يعني مش ميت بالمعنى الحقيقي لا بالمعنى المجازي وكأنك رح تودعه رح تزعل بالبداية لكن بالنتيجة رح تكون في عندك بداية جديدة حلوة كثير اذا في اشخاص رح اتودعهم اتوقع على الصعيد العملي لأنه مبين في فرصة جديدة في العمل هون بيحكي لك بيقول لك انه لازم تتبنى البدايات الجديدة مشاريع جديدة امور جديدة لك فترة ما عم يعني تحاول تنجز عم تفكر بس باللي تعانوك وعم بتفكر بس بالعلاقة الثلاثية ممكن تكون بالخيانة بالاستشفاء بيقول لك خلص بكفي بلش المشاريع اللي انت كنت مجمدها اذا كروت كتير حلوة لحد الان بيكرجوس بيقول لك بس كون جريء ومتشجع وادخل بيقول لك هون انه في طريق انت فتها انت مش قدها او انت رح تكون شوي صعب عليك ففكر بالموضوع اكتر ممكن انك ترجع اقرب لك كتير من انك تلف كل اللفات عشان توصل لنفس النقطة بيقول لك ممكن انك تتراجع عادي جدا ممكن انك تتراجع يا برج الاسد في موضوع من الموضوع مش عيب ولا غلط ان الواحد يرجع يفكر في الامور اللي خلينا نقول بالامور اللي كتير عم بيعاني منها give yourself the best بقول لك فكر بحالك حب حالك انت تستحق الافضل فما تضلك يعني تعيط او ما تضلك تبكي على اطلال الماضي الفيري كارت نشوف اش في شي جديد او كيف abundance بيقول لك رح يكون في وفرة كبيرة بتوقع على مستوى العاطفي رح يكون وفرة كبيرة من المشاعر اللي متجمدة داخلك واللي رح تتفجر بيقول لك بالفترة الجاي ممكن معقول كتير انك تدخل هذا العصر وهاي الفترة اذا لبرج الاسد كانت كروت يعني نصها حلو نصها مش حلو بس كله بيدك انت يا برج السلطان انك يا برج الاسد انك خلاص يعني تاخد قرار لانه في امور كتير انت موقفها ما عم تبلش بدايات جديدة عم تكون متجمد عند امور معينة او عند اشخاص معينين ويمكن هذا بسبب الطاقات السلبية فيعني فكر بالموضوع وعم بشوف فيه شفاء على خير في هاي الفترة ان شاء الله ومن بعدها رح تستقبل الامور الحلوة اذا لبرج الاسد كتير بتمنى لكم فترة حلوة ان شاء الله والورق حلوة يعني تطمنوا ما في يعني وقعات ما في شي خلص خلصنا الصدمات خلصنا الجروحات كلها ما ضلش اشي اشتركوا في القناة